سيد حمد حضرتك ذكرت قبل قليل بأن إسرائيل تستهدف كل ما يدب على الأرض كل شيء ولكن ما الذي تحاول أن تثيره إسرائيل من خلال قصفها لمستشفى المعمداني؟ ما هي الرسالة؟ نعم أولا فيما يتعلق بالمستشفى الأهلي المعمداني هناك ثلاث شرائح كانوا موجودين بالمستشفى الشريحة الأولى هم من العاملين الأطباء والممرضين والممرضات والإداريين هذه الشريحة الأولى والشريحة الثانية هم من المرضى والشريحة الثالثة من السكان الذين توهموا واعتقدوا أن المستشفى لا يمكن إصابته ولا يمكن الهجوم عليه فكانوا مقيمين بحدائق المستشفى والمساحات المتوفرة ولكن المستعمرة الإسرائيلية وجهت تحذير المستشفى ومطالبة بترحيل المستشفى ولكن إدارة المستشفى والمقيمين في المستشفى رفضوا الخروج والتالي ثبتوا وصمدوا لآخري فوجه لهم المستعمرة وجهت قوات الاحتلال لهم هذه الضربة العنيفة وهذا لربما قد يثبت بأن إسرائيل تتبع سياسة كذب كذب حتى يصدقك الناس خاصة فيما يتعلق بنكرانها بأن الصاروخ هذا ليس قادم من إسرائيل نعم لأنه هم تربية هتلر ووزير إعلام هتلر يعني هم استفادوا من الشيء السلبي من القمع والبطش الذي تعرض له اليهود على يد القيصرية الروسية والنازية الألمانية والفاشية الإيطالية فجاءوا يمارسون هذه الخبرة على الشعب الفلسطيني مع أنه الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين إطلاقا لم يرتكبوا في أي من تاريخهم أي حماقة ضد المسلمين أو المسيحيين بالعكس كانت البلدان الإسلامية دائما حاضنة للأطراف الأخرى ولكن هذه الهمجية هذا العداء العنصري تجاه الشعب الفلسطيني من المسلمين والمسيحيين من قبل هذه المستعمرة هذا غير مسبوق الآن ما يجري في غزة لم يكن موجود إلا عام 48 هكذا فعلوا عام 48 دمروا 534 قرية وأبادوا أصحابها إما بالطرد أو بالقتل وبالتالي أصبحت المشكلة الفلسطينية بهذا الشكل الآن هذه المستعمرة نجحت برمي القضية الفلسطينية عام 48 إلى الحض اللبناني والسوري والأردني وقليلا المصري والعراقي ولكن الرئيس الراحل ياسع عرفات اعتمادا على الانتفاضة الأولى عام 1987 استطاع أن يعيد نقل الموضوع الفلسطيني من المنفى للوطن وأصبحت القضية هناك على أرض فلسطين بأدوات فلسطينية في مواجهة عدو الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني العفو ما إلو الأعدو واحد